السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا اخوان عساكم طيبين ان شاء الله وتكونوا بصحة سلام بل في خير اول شي صلوا على رسول الله اللهم صلوا وسلم عليك يا رسول الله مقطعنا اليوم رجوع اقوى glitch level يعني راح تلذل لا نهائي لجميع النسخ النسخة العادية PS4 والنسخة المحسنة PS5 ان كان Xbox العادية وال Xbox X كلها يضبط عليها الجلتش في اي نسخة من النسخ حقة جراند سواء محسنة او العادية لا اطول عليكم في مقدمة المقطع اهم شي لا تنسون تشيكون لجميع الروابط الفلوس ولا تنسون تخشون متجري وكذلك بظهر لكم كودة لاتم شوب فاتمنى الكل يدعمني في فورتنايت واذا حاب تتابعني عن طريق السناب بحط لك البر كود ظاهر امامك في الشاشة وبس هذا اللي كان عندي فقبل لنبدأ لا تنسون الاشتراك والنشر اللايك والدستايك راح يعبر عن رأيكم في النهاية فخل نبدأ في خطوات القليتش ورجعنا لكم مرة ثانية يا اساطير قبل ان نبدأ حاب اقول لكم مجر حقي وفرد في له خدمات فاذا حاب تستفسر عن اي خدمة من الخدمات بحط لكم الرابط تحت في صندوق الوصف اول شي خلينا اقول لكم المطلبات وبعدها راح نبدأ في الشرح اول شي يا حبايب راح نكون في سفر خاص عشان مضايقات السيرفر العام القليتش هذا يا اساطير نفس السابق القديم لكن في خطوة معينة لازم تسويها عشان يلبل معاك على طول تمام تمام اول شي يعني اهم شي انك انت تشتري مقر الاجنسي تمام تمام اللي هو هذا المقر وبعد ما تشتري المقر تمام راح تدخل وتلعب لي ثلاثة مهمات تمام بعد ما تلعب ثلاثة مهمات بعدها راح يتصل عليكم فرانكلين بعد ما يعني تلفلفون في السيرفر يتصل عليكم وراح يجيب لكم اقرب هاتف لكم في الخريطة وبعدها يا حبايب تلعبون المهمة اجباري وبعدها تغير سيرفر وتجي تكمل معايا الخطوات تمام انا شرحت لكم اياها على السريع لكن اذا حاب تفهم اكثر عن القريتش بحط لكم رابط قديم نفس القريتش ونفس كل شي بس باختلاف الخطوة اللي راح نسويها الان تمام عشان تفهم المشاكل والحلول حقة القريتش تمام تمام هنا بس انا راح اوريكم الخطوة الجديدة فقط تمام تمام اول شي يا حبايب راح نرفع الجوال وبعدها راح نتصل على اللي هو فرانكلين تمام بالاتصال عليه بعد ما نتصل عليه راح تفتح لنا قائمة وبعدها راح نضغط على الخيار الثاني بالإكس طيب في خطوة هنا مهمة انا دائما يا حبايب لما اجري باتجاه الهاتف وبعدها ادب السهم مين تطرعي المهمة حقة اللي هي البوب ستار تمام ورح نستخدمها اللي هي المهمة بوب ستار طيب يعني هذا بعيدا عن القريتش ويعني يعني هذا شي جانبي مني او هذا شي جانبي مني يعني تضبط معايا في كل مرة للأمانة يعني بس انا ما راح اقول لكم يعني انها كل مرة انت وحظك تمام تمام الان راح نجري بالاتجاه الهاتف بهذا الشكل وبعدها هنا ندبل سهم يمين تمام تمام بعدين راح يكلمك فرانكلين بعد ما يكلمك ويخلص تمام راح تجيك المهمة اذا انت اول مرة لازم تستناهي يتكلم ويخلص اذا انت قيت سويتها تقدر تتخطاها بالإكس الان راح نتخطاها ونشوف المهمة ممتاز يا اساطير زي ما انتم شايفين جات المهمة the pop star تمام تمام اللي عليكم تسوونه الان يا حبايب اننا راح نطلب اللي هي الشاحنة تمام يا حبايب تمام راح نطلب شاحنة البانكر وبعدين راح نتوجه لشاحنة البانكر بشكل طبيعي جدا يا اساطير راح ننتظرها ترصبا معانا وراح نقول لكم باقي الخطوات الان راح نتوجه للشاحنة نفسر الراس وبعدها نكمل لكم ولما نروح عند البوت والان يا حبايب على طول راح نركب الشاحنة بشكل طبيعي بعدين راح نفسر الراس الشاحنة بهذا الشكل نعلق على ساهم يمين والان يا حبايب بعد ما نروح مننا هذه الرسالة اللي مكتوب علي هذا pop star بعدين راح نجينا على محمرة في الخريطة اللي هو البوت التحق اللفل الان راح نتوجه له يا اخوان ورح نكمل لكم باقي الخطوات يا اساطير زي مانتم شايفين يا حبايب قاعد يعنا نحاول نيجي عند البوت عشان بعدين نحشر في زاوية وبعدين يا حبايب إننا نركب من جهة المعاون ليس من جهة السواق تمام يا حبايب زي مانتم شايفين جالس يعني احشر الزيبان تمام م�� Gesetzent هذا الشكل خلاص بعد ما نحاول اننا نحشر بهذا الشكل تمام يا حبايب زي كده زي مانتم شايفين نحاول يعني نحشر الـ البوت البت تمام بهذا الشكل خلاص يا حبايب يعني نحاول اننا يعني نضيق عليه بهذا الشكل الان يا حبايب اول ما راح يعني انا مدرشي قاعد يقلب هو الممي اخوان بهذا الشكل نحاول اننا نركب يعني اه في السيارة بهذا الشكل خلاص يا حبايب زي كده زي متوا شافين اوكي الان ركزوا معاي اول ما ينزل نحاول يا حبايب نطلع فوق يعني اه بطنه بهذا الشكل تمام زي متوا شايفين بس انا المشكلة ما هي واضحة عندي تمام ابقى احاول اني يعني اوضح الغلتش المشكلة يا اخوان اه طاح تحت الا 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 ايوه المشكلة مو بواضح مرة لكن يا حبايب يعني تحاولون انكم تسقعون او تركبون فوق البت على ظهره المشكلة مو بواضحة الفكرة لانه هو يعني انا تقريبا تحته تمام زي ما انتم شايفين يعني اللفل يتحرك ولكن يعني مو مبيب معانا لاني انا من يواقف عليه مضبوط تمام يا حبايب تمام فانتم اهم شي انكم فهمتم الفكرة يعني اول ما تطرحوا لازم تطلع فوقه هي الفكرة هنا تمام يا حبايب تمام بس انا مدري ليشو مو راضي يزيد لكن انا عشان حشرته في الزاوية للامانة الزاوية ما اعرف يعني كيف وضعها للامانة هو مختفي ما ادري في الراح الزبدة يعني اه انا اتوقع اني تحته يا حبايب بس لكن تحاولون انكم انتم يا حبايب يعني تطرحونه وتجون فوق بطنه يعني بهذا الشكل المشكلة مو بواضحة معانا المهم يا حبايب يعني انكم انتم يعني تجون اا فوق البط او انا بتحت يعني تقريبا بهذا الشكل تمام يا حبايب يعني انكم تحاولون تجون على البط يعني على بطنه تمام يا حبايب اهم شي بس لايقوم اوكي يا حبايب اهم شي لايقوم معاكم البط زي ما انتم شايفين نحاول يعني نطلع فوق البوت تمام حيث لو يا اخوان اننا لو سبناه تمام وبعدين طرحناه مرة اخرى ما رح يضبط معانا القلتش تمام يا حبايب تمام اتمنى يعني تكون الفكرة واضحة انا اتوقع انه رح يموت من البوت لكن انا قاعد اشرح لكم يا حبايب القلتش عشان تفهمون يعني تفهمون القلتش بشكل يعني مبسط تمام بس اني انا قاعد احاول اني اطلع فوق البوت تمام بشكل ملحوظ زي ما انتم شايفين اللفل حقي جالس يزيد تقريبا كنت الف واربعمائة وعشرين صرت الف واربعمائة وخمسة وعشرين زي ما انتم شايفين جالس يزيد بسرعة لو اني انا يا اخوان داعس على بطنه مضبوط راح يزيد اللفل بشكل اسرع واسرع واسرع تمام يا حبايب تمام ان شاء الله كانت هذه الافادة يا حبايب يعني انت اول ما تنزله من السيارة لابد انك انت تجي فوق البوت على طول تطرحوا تمام اول ما تدفوا تركب من جهة الراكب وتدعس عليه بعدها راح يزيد معاك اللفل بشكل ملحوظ زي ما انتم شايفين اهم شي اني انا افدتكم يا حبايب والقلتش كان ان شاء الله سهل وبسيط وزي ما قلت لكم راح اطل لكم الروابط تحت في صندوق الوصف اتمنى المقطع نال اعجابكم وكان سهل وبسيط وان شاء الله ما اكون انا طولت عليكم واسف اني انا اذا طولت عليكم في المقطع يا حبايب اذا انتم شايفين بما انه بما انه انا يعني فوق البوت بعد الشكل قتلتوا عشان اني انا انهي المقطع وتستفدون من طريقة القلتش الان اذا حابت عيد تغير سيرفر وتروح نفس المكان او اي مكان في الخريطة وتكمل القلتش يا اسطورة تمام يا حبايب ان شاء الله اكون افتكم في المقطع وسامحوني اذا المقطع كان طويل واي سؤال او استفسار جميع الروابط في الوصف ونشوفكم في مقاطع جديدة وفي امان الله اشتركوا في المنط